النهاردة احنا ازاي كناس يعني ملناش في التجارة نعرف نفرق ما بين مواقع بتنصب علي ومواقع وصفحات فعلا بتبيع بطريقة قانونية والحيان كان في حدثة شهيرة لسه حصلة مع احد المؤثرين ونصبت على الناس ويمكن فيه 2000 شخص منصوب عليه في القصة دي وكلام عن انها استولت هي واشو ركاها على حوالي مليار جنيه خلينا نفهم مع حضراتكم ازاي ممكن افرق واعرف وما ينفعش حد لينصب علي اونلاين وانا بشتري حاجة نتكلم مع حد من المتخصصين دكتور محمد عسكر مستشار تكنولوجيا وخبير المعلومات اهلا بحضرتك حياتي فاني من حضرتك والاستاذ المشاهدين منورني العقد شكرك فاني الناس كلها بتشتري اونلاين ومحدش بيبقى في دماغه انه انا ممكن اتسرق انا ممكن يتنصب علي انا ممكن ادفع فلوس بالكارت بتاعي والحاجة ما تجيليش لكن الحقيقة انه كلنا برضو بنتعرض للكلام ده ازاي فرق ايه الحاجات اللي متطلب مني لا اقول انا هنا ما عاملهاش وايه الحاجات الخطوات اللي هي عادية علشان انا هشتري اونلاين طيب هو مع التطورات التكنولوجية الحديثة الحقيقة والمتسرع اللي بقينا نشوفها الفترة الاخيرة بدأت تنشط عمليات التجارة الالكترونية او التسوق الالكتروني وبقينا جميعا كلنا بنستخدم المواقع او المنصات المختلفة في ان احنا نبتدي نقوم بعمليات شراء للمنتجات المختلفة من خلال منصات التسوق الالكتروني الحقيقة ده وفر ارض خصبة لبعض المحتلين ان هو يقوم بما يسمى بعمليات النصب الالكتروني من خلال الحصول على بيانات المستخدمين ومن ثم استغلالها استغلال سيء واستياض بعض المستهلكين عن طريق ان هو بيبتدي يدي لهم بعض العروض الوهمية بحيث ان هو يجذب المستهلك لي او ان هو يبتدي يغري المستهلك باسعار وتخفضات وهمية غير حقيقية فده الحقيقة ابتدت تنشط معها هذه السوق السوداء الرقمية للنصب الالكتروني فانا الحقيقة بطالب جميع المستخدمين او جميع المستهلكين بالحذر تماما وعدم الانسياق وراء المنصات الوهمية او المنصات المضللة من هقول حضرتك حاجة احنا بنلاقي الصفحة مثلا عليها 2-3 مليون فبيبقى ما عندناش اي تخيل ان هنا فيه ممكن يحصل عملية نصب ده 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 حساب كبير غالبا موسق بيقدم منتج معين لو ده حصل حماية المستهلك فيه من الموضوع ده وانا عشان ما بقاش سلبي وما سيبش اللي حصل فيه يحصل في غيري ايه الخطوات اللي انا المفهودة اعملها طيب لو معرضت للنصب الالكتروني ده عظيم جدا طيب مبدئيا عمليات النصب الالكتروني طبيعي جدا ان انا مما اروح على الموقع ده واشتري منه طبيعي ان هو هيبقى عنده عدد من العمناء او عنده عدد من الفولورز عشان يديني نوع من المصدقية زي انه بيعرض للمنتجات بصورة براقة جدا عشان يبتدي يجذب المستالك ويدي له انطباع ان انت فعلا بتتعامل مع شركة حقيقية بس ازاي نفرق بين المنصات الوهمية او المنصات الحقيقية غالبا المنصات الوهمية هنلاقيها منتشرة بصورة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ما لهاش ويب سايد حقيقي تمام حاصل على ترخيص من وزارة التجارة شكرا